موسيقى 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 شتات اليمنين على أبواب الاغتراب تعقيدات الهجرة ومصاعب اللجوء كيف هجرات الحرب أكثر من مليوني يمني؟ ولماذا يغلق العالم أبوابه أمام اليمنين؟ موسيقى أهلا بكم يعيش اليمنيون في الداخل ظروفاً إنسانية مأساوية جراء الحرب أما من خرج من البلد فيبدو أن عليه أن يحمل نصيبه من المأساة أينما حل وارتحل مئات الألاف من اليمنيين يقيمون في القاهرة وماليزيا وتركيا والسودان والأردن والصومال وغيرها من الدول التي استطاع اليمني الوصول إليها يعيش معظم هؤلاء ظروفاً إنسانية واقتصادية صعبة في الوقت الذي لا تزاله فوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تصنف اليمنيين كلاجئين مستحقين للجوء القانوني في الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين غير ذلك أغلقت الدول العربية ودول الخليج تحديداً أبوابها أمام اليمنيين رغم الظروف التي يعيشونها جراء الحرب والتي كانوا جزءاً منها بشكل أو بآخر فأين يذهب اليمنيم إذن؟ عرفته يمنياً في تلفته خوف وفي عينيه تاريخ من الرمدي هكذا وصف البردوني ماسات اليمنيين في المهجر قبل عقود فماذا عساه أن يقول اليوم لو رأى اليمنيين على أبواب الدول يستميتون من أجل الحياة؟ تقرير أممي صدر نهاية العام الماضي قال إن الحرب في اليمن شردت أكثر من مليوني يمني داخلياً وخارجياً وبالطبع فإن العدد قد تزايد منذ عام عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا من اليمن بحثاً عن بلد آمن للعيش لكن الجواز اليمني تغلق أمامه كل الأبواب وتصنيفه يعد من أدنى الجوازات على مستوى العالم أنت يمني إذن فأنت غير مرحب بك في معظم البلدان وفي أحسن الأحوال توضع أمامك سلسلة من التعقيدات والإجراءات الصعبة لم يقتل من اليمنيين بعد بالقدر الذي يقنع المجتمع الدولي بمأساة هذا الشعب فتحت الدول التي تقبل اللاجئين أبوابها لعدد من الشعوب التي تعاني من الحرب وأغلقت أبوابها في وجه اليمني رغم أن بلده يحترق ودمه يراق منذ أربع سنوات المفوضية الأمامية للاجئين قالت إن اليمنيين لم يصنفوا بعض ضمن المستوى الرابع وهو المستوى الذي يفرض على المفوضية توطين اليمنيين المهاجرين في الدول الموقعة على اتفاقيات اللاجئين وهي مسؤولية الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة الذين لم ينقلوا للعالم حقيقة المأساة اليمنية هذا عن الأمم المتحدة ومسؤولية المجتمع الدولي فماذا عن الجيران والأشقاء؟ دول الخليج التي تعد جزءا من الحرب الدائرة في اليمن إن لم تكن المتسبب الرئيسي بها وتصنف أنها من أغنى دول العالم في الوقت الذي تتسبب سياستها بحدوث أكبر كارثة إنسانية في العالم ورغم كل ذلك لم تفتح أبوابها للاجئ يمني واحد إذن لمناقشات هذه الحلقة مشاهدين الكرام ستكون معي الفنانة التشكيلية والمهاجرة في فرنسا أحلام جبران عبر سكايب من باريس وكما سيكون معنا أيضا لبيب ناشر الناشط الحقوقي والمهتم بملف اللاجئين من نيويورك عبر سكايب أيضا مساء الخير عليكم وضيفي الكريمين مساء النور مساء النور أهلا أهلا بكم ودعيني أبدأ معك أحلام أحلام أنت واحدة من آلاف اليمنين الذين قرروا الخروج واللجوه في إحدى دول أوروبا هل حدستين عن كيف وجدت الحياة في فرنسا كيمنية مرحبا آسيا أولا حابة أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج أولا بكل بساطة حابة أشرح بشكل مختصر أنا كيف جيت على فرنسا أنا جيت عن طريقة السفارة الفرنسية من الأردن بفيزة لجوه كان عندي ورقة من اليو إن باعتراف أن أنا لاجئة بس أول ما وصلت لفرنسا بالتحديد لباريس بدأت معاملاتي بس بطريقة أنه كانت زي أي شخص دخل بطريقة غير شرعية ما عنديش أي انتيازات لحد الآن تقريبا لي تسعة أشهر ما عنديش أي رد على طلب اللجوه مع العلم أنه أنا رسلت سبب ميزتي قبل ما أجي إلى فرنسا وتم دراسة ملفتي قبل ما أسفر وهو بموجب واللي أعطوني الميزة بس هذا ما أعطنيش أي ميزات أنه يتم تسهيل معاملاتي أو أي شيء والحد الآن بعاني لأنه أنا موجودة في شلتر ما فيهش أقل مقومات الحياة الكريمة عفور بس يعني عشان يفهمك المستمع أحلام أو المشاهد شلتر يعني تقصدي مجمع سكني أو مكان اللجوء أو ما هو بالضبط هو تقريبا زي هو مش فندق بس هو مكان زي مخيم بس للناس اللي هما طالبين للجوء بس ما عندهمش الرد لحد الآن عالقة يعني ما زلت يعني ملفك عالق أي أنا عالقة وتم أخذ كل الجواز اليمني مني وكل شيء من المنظمة اللي هي مسؤولة عن اللجوء فأنا ما عنديش أي اعتراف أنه أنا لاجئة لحد الآن والمكان هناك فيه معاملة جدا سيئة من قبل الناس المسؤولين على المكان هذاك واجهت تهديد بالطرد واجهت تهديد أنه سيتم قطع أي مساعدات لي مع العلم أنه أنا مش مسموحة لي لا أدرس ولا أشتغل فأنا عالقة هنا ومش عارفة حاولت أني أدور على أي جهة ممكن تساعدني بس طالما أنه أنا مش ما عنديش أي ميزات اللاجئ ما عنديش أي حق أو ما عنديش أي فوق أنا ممكن أطالب فيها طيب أحلام بس يعني ممكن توضحي لي أو يعني تشرحي لنا إذا كان في حد غير يمني بنفس ظروفك وحصل على اللجوء فورا أو تتم المعاملة مع الجميع بنفس الكيفية لا بالعكس المشكلة في اللجوء في فرنسا أنه ما فيش مدة محددة يعني أنا أعرف أشخاص من جنسيات ثانية عربية تم موافقة لجوءهم في مدة أقل يمكن تصل إلى نصف المدة اللي أنا بنتظر فيها وهم جاءوا بطريقة غير شرعية بس أنا أنا جيت بصفة لجوء وما أمتلكش لحد الآن أي حق من الحقوق اللي هي معطاه لهم فهذه المشكلة كله بس عشان أنا جنسيتي يمنية وجوازي يمني فهذا خلى الموضوع خلى موضوع المعاملات على ملفي تتأجل فما عنديش أي امتيازات ممكن يحصل عليها أي لاجئ ثاني من أي جنسية عربية في فرنسا إذن اسمحي لنا أحلام أنشك أيضا الأستاذ نبيل ناشر أستاذ نبيل يعني كونك مهتم بملف المتربين يعني مشكلة الجواز اليمني التي تتحدث عنها أحلام والتي ما زالت عريقة بسببها رغم منحها تأشيرة لجوء يعني فرنسا قبلتها بأن تكون لاجئة على ذلك لم تمنح بسبب هذا الجواز يعني لا الجواز يمنحك فرصة للسفر يعني كونك مهتم بهذا الملف ما هي الإشكالية من وجهة نظرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وشكرك جديد على الأضافة مرة أخرى وأرحب بالضيفة الكريمة أحلام أنا كنت معت حكايتها طبعا من قبل من قبل بعض الناشطات المهتمات في شأن العام وفي شأن اللاقين بشكل خاص هو الحقيقة بأنه لم يعد لا يكون لجواز المواطن أو طالب اللجوء أي قيمة بعد أن يطلب اللجوء يصبح خاضع لاتفاقيات وبنود الاتفاقيات الدولية التي هي الاتفاقية الدولية لعام 1951 وبركاته 67 أنا طبعا لسمع تم الأخت أحلام هذا يؤكد أن فرنسا وهي من أوائل الموقعين على اتفاقية 1951 ومن أوائل الموقعين على بريتكول 67 تخالف بتصرفاتها وبالسلوك الذي تلقاه الآن الأخت أحلام في فرنسا تخالف تماما بنود الاتفاقية وبنود البرتكول البند رقم 2 والبند رقم 4 والبند رقم 7 جدا في الاتفاقية وفي البرتكول ينص على أنه يجب أن يتم حماية طالب اللجوء يتم منحي رقم عمل يجب عدم مطالبته بأي ضرائب زيادة عن طبقية المواطنين ويجب التعامل معهم بشكل استثنائي في جانب الحماية يعني يجب يعطائه حماية أكثر من المواطنين بينما يجب يعطائه حقوق المواطنين تماما فما تتعرض له الآن الأخت أحلام هذا شيء مسيح جدا أيضا من ضمن بنود البرتكول هو أن يسمح لطالب اللجوء الوصول إلى المحامين وإلى المحاكم وأنا أكترح عليها أن تتواصل مع من في داخل باريس للمطالبة لمطالبة الحكومة الفرنسية في تطبيق بنود البرتكول بروتكول 67 وحمايتها من التعشف الذي تجده الآن في داخل دار اللجوء الذي يجب نعم الإشكالية أستاذ لبيب يعني هي غير أنها حاملة للجواز اليمني والتي يفترض أن تعامل كلاجئة مثلها مثل من يحق له اللجوء يعني إلى الآن لم يتم تحديد اليمنين الذين خرجوا جراء ظروف الحرب كلاجئين لم يتم اعتراف المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بهم كلاجئين حتى تستطيع الدول فتح أبوابها لها يعني نعلم جميعا مدى التعقيدات التي تنال اليمن في الحصول على فيزا لدولة عربية ليس فقط لدولة أوروبية لماذا برأيك؟ في 2016 كانت تحضر في واشنطن في البنك الدولي في مؤتمر حول التنمية والهجرة وتحدثنا شخصيا مع رئيسة المفوضية السامية اللاجئين حول الأسباب التي لا يمنح فيها اللاجئ اليمن الموجود في داخل مصر في دالة قبل مصر والأردن والناليزيا وبقية الدول أثيوبيا أيضا جبوتي لماذا لا يتم إعادة توطينهم في رهمة البقية اللاجئين والقادمين من سوريا والقادمين من العراق وتفاجئنا بأن الأزمة اليمنية ليست في المستوى الذي يتطلب فتح باب إعادة توطين الذي أشكناه مؤخرا أختي الكريمة بأن الموضوع ليس بنود واتفاقيات وبروتكول الموضوع يحسب سياسيا وأمنيا الموضوع يحتاج إلى مؤسسات من منظمات المجتمع المدني ويحتاج إلى المؤسسات الحكومية في الدول التي يتواجد فيها النازحين اليمنيين للضغط على كاتب المفوضيات في مؤتمر تنمية والهجرة الذي حضرناه استعرضوا معلومات عن جميع أو من جميع الدول عن جميع اللاجئين من جميع الدول في العالم إلى اليمن لم يكن هناك أي معلومات عن دمت أنهم لماذا قالوا بكل بساطة ليس لدينا أي مركز في داخل اليمن أو خارجة نزودنا بالمعلومات عن النازحين أو طالبين اللقوم تصوري العام الماضي عام 2017 من جاءت بها من الأمم المتحدة إلى أمريكا من طالبين اللقوء من اليمنين 17 شخص وفي 2016 15 شخص من أعداد بالملايين خارج اليوم يطالبون باللقوء تم استقدم 17 شخص إلى أمريكا و17 شخص في عام 2017 نعم فالعملية هي فقط محسوبة قياسيا وأمريكا لا أكثر يعني هناك قصور من قبل منظمات المجتمع المدني وأيضا من قبل الحكومة في توضيح الصورة أليس كذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد لا شك إذن اسمح لي أن أقول ما تحدثت به عن الإشكالي التي واجهت أحلام لأحلام أحلام هل حاولت التواصل بمحامين؟ التواصل بمحاكم لتوضيح الظلم الذي وقع عليك والمعاملة السيئة التي تنلينها في الملجأ الذي تقيمين فيه؟ نعم طبعا أنا تواصلت لحد الآن مع مجموعة كبيرة من المحامين وهم مختصين كمان بشؤون اللاجئين كان ردة فعلهم جدا صانمة بالنسبة لي أنه أنا لما وضحت لهم ظروف معيشتي وظروف كمان الأسباب اللي أنا بعاني منها بسبب التصرف السيء اللي بيتم التعامل معي فيه وكيف بحاول أنه أنا أكون عنصر فعال في هذا المجتمع بحاول أني أعمل معارض بحاول أني أسوي شيء بس كل اللي أتلقيته هنا هو مجرد تعامل سيء وعنصرية وبالإضافة إلى الصعوبة المعاملات اللي أنا ببشي فيها وكيف ما فيش أي امتيازات أنا بلاقيها فكان الرد أنه هذا شيء طبيعي لأنه أنا وضعي كيمنية مختلف عن وضع الجنسيات الثانية ووضع اللجوء هنا في فرنسا هو صعب فأنا لازم يعني أتقبل هذا الوضع وأنا مش عارفة كيف ستقبله لأن الإنسان اليمني لما قرر أنه يخوض هذه التجربة التي هي خطرة بالسفر والترحيل والطريقة هذه الصعبة التي وصلنا فيها لفرنسا وأخيراً نحن نتوقع أنه هنعيش بكرامة وحيتم تقديرنا كإنسان أولاً ولما فعلاً نكتشف أنه هنا كمان يتم تعاملنا كلا شيء لأنه نحن ما عندناش القامة أو ما عندناش الموافق على طلب اللجوء فكأننا نرجع على نفس النقطة هي يعني أن الطالب اللجوء في الخارج هو نفس معاناة الشخص الذي موجود داخل اليمن أنه هو مش حاسس أنه فعلاً يتم عمله كإنسان يعني نعم إذن لو عدت إليك أستاذ لبيب وأسألك لما غابت اليمن عن المؤتمر الذي حدثتنا عنه والذي يعني يفترض أن يناقش كثير من قضايا اللاجئين وخاصة أن وضع اليمن ليست بأفضل حالاً من الدول التي يتم قبول اللاجئين فيها على العكس ربماً هارت البلد في غضون أشهر يعني بعكس بعض الدول التي يعني ما زال مطاراتها قائمة حتى الآن ما زالت رواتبها تدفع ما زالت الكهرباء والخدمات العامة لديها أرجع أقول لك مرة أخرى أخت أسيا بأنه المجتمع الدولي ليس لديه صورة كاملة وليس لديه صورة حقيقية عن المأساة الموجودة في اليمن أنت لو تلاحظ بأن الفترة الأخيرة في الشهرين الأخيرين أو بالذات في آخر 45 يوم بدأت مأساة اليمن تظهر على صدق لديه الإعلام الدولي في أمريكا وفي أوروبا قبل ذلك لمدة أربع سنوات لم يكن هناك أي فكرة لدي العالم حتى الآن حتى الآن في دول في أوروبا ليست مقتنعة أن هناك أزمة حقيقية إنسانية في اليمن وليس في الوقت الحالي إنما قبل الأشهر يعني حتى ضباط الهجرة يتحدثوا مع الآخرين بأن الوضع في اليمن ليس بسوء الذي عليه سوريا أو العراق بينما حقيقة الأمر أن الوضع في اليمن أسوأ بكثير من ما عليه في سوريا وفي العراق أرجع أقول لك مرة ثانية أن المأساة تكون في عدم وجود أجهزة تابعة للدولة عدم وجود أجهزة تابعة لمنظمات المجتمع المدني تنشط في هذا المجال بالذات في الدول التي يتواجد فيها أعداد اليمنيين من اللاجئين على فكرة مؤخرا لم يعد يستعيد لليمني طالب اللقوء أن يعبد الأبليكيشن وهذه بادرة خطيرة جدا لمن يمكن التوجه أستاذ لبيب يعني لو هناك منظمات مهتمة بهذا الشأن لمن يمكن التوجه يعني للحديث عن هذه النقطة أنه يتم إغفال مأساة اليمنين يتم مضايقتهم يتم محاصرتهم حتى على مستوى تعبئة استمارة قبولهم في اللجوه حتى حينما يقبل يتم عرقلة ملفه يعني مثل قصة أحلام تم قبولها ومناحة التأشير ولكن وصلتها حتى الآن لم تمنحها بعكس من دخلوا بطريقة غير شرعية موضوع أحلام موضوع غريب يعني مؤسف وللأسف تتكرر تصدق أحلام مع الكثير أستاذ لبيب يعني هي ليست قصة وحيدة يعني ربما تختلف فقط الأطر العامة ولكن في نهاية الأمر نجد عمليا أن اليمن لم ينلحقه الذي ربما هو معطى في جميع الاتفاقات الخاصة باللاجئين لكل الناس أنا أخبرتك أنه بشكل عام بشكل عام العالم غير ملتفت وخاصة المفوضية السلامية لشؤون اللاجئين والذي هي الذرع الرئيسي للأمم المتحدة المهتم بهذا الأمر لم يفتحوا باب إعادة طوفين بشكل قاد لليمنيين والسبب في ذلك أخبرتك تابقا هي أسباب سياسية أمنية كيف ممكن نغير هذا الأمر نعم من هو المعنية؟ هل تجد أن الحكومة هي المعنية؟ المنظمات؟ الناس أنفسهم عليهم مراشلة المفوضية؟ من بالضبط؟ الحكومة تتحمل قز من هذا العب ومنظمات المجتمع اليمني تتحمل قز السفارات تتحمل قز أما المواطن كمواطن أو طالب اللقوء لا يوجد أي رأي في هذا الأمر يجب أن يكون هناك بغض يجب أن يكون هناك مراكز هذه المعلومات يجب أن يكون هناك ليس فقط في الدول التي فيها عدد اللاجئين ولكن أيضا في الدول التي في أوروبا يجب أن يكون هناك نشاط في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا أنا هنا أستغل الفرصة لشكر الجمعية الوطنية اليمني الأمريكية برئاسة عبد الحكيمة في ولاية ميشيغان هي أحد أهم المنظمات المجتمع اليمني اليمني الأمريكية التي تتابع بشكل جاد هذا الموضوع يعني تعالى أن أنا أحيي وأحيي فريقه وأحيي الجهود التي يبدلها في هذا السطر مرة أخرى وأخيرا أقول هذا بأنه يجب أن يكون هناك ضغط ياد وتوفير معلومات كافية للمنظمات الدولية ومعالجة الأمر هذا سياسيا قبل كل شيء إذن أعود إليك أحلام أحلام هل حاولت التواصل مع اليو إن بحكم أنها هي من عادت توزيعك ليتم توطينك من جديد في فرنسا بأنك ذاتا مسجلة لديها كلا جهة هل حاولت التواصل معها أم أن موضوعك ينتهي مجرد أن تمنحي تأشيرة بلد ما بس حابة أوضح لك نقطة أنا عندي اعتراف من اليو إن كلاجئة بس هي ما أعادت توطيني لأي بلد أنا رحت للسفارة الفرنسية وقدمت طلب لجوئي وقدمت القصة اللي خلتني أطلب اللجوء وقدمت إثبات من اليو إن أن أنا معترفيني كلاجئة تم إرسال الملف من قبل السفارة الفرنسية للمنظمة اللي هي مسؤولة عن اللجوء في فرنسا اسمها أوفرا وتم دراسة ملفي ومن خلال السفارة الفرنسية تم قبولي لكن اليو إن ما كانش لها أي علاقة مساعدة في سفري طيب يعني نعم تفضلي نعم 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 إذن برأيك أضف إلى عدم الاعتراف باللاجئ حين يصل أحلامك إشكالية كبرى ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها اليمنين الذين قرروا اللجوء برأيك أولاً اليمنين من أول ما يقرروا أنهم يسافروا من اليمن أول شي يعانوا من الطريق السفر اللي هو نحنا يعني مش مسموحة لنا أساساً نسافر إلا عن طريق دولتين اللي هما الأردن أو مصر فأنا كان يعني اختياري للأردن فلما سافرت هناك كنت كأي يمني هناك يعاني من عدم وجود أي امتيازات مش مسموحة لنا بالعمل مش مسموحة لنا بالدراسة وما فيش أي فرص أنه نحنا نلاقي إقامة أو نجلس بطريقة شرعية في البلد ففي هذا اللحظة أنا لما قررت أني أطلب لجوء لفرنسا أنا طم طردي من الأردن لأنه كنت جالسة هناك بطريقة غير شرعية لأنه كان المفروض أني يرجعوني لليمن فلما جيت على فرنسا برضو بدأت معنا فصل جديد من المعانا أنه هنا نحنا بنواجه أول شيء تهميش كيمنيين مهما كان نحنا عندنا أسباب ممكن تكون أقوى مهما كان عندنا نحنا إثباتات أنه فعلا نحنا كنا بنعاني من من اضطهاد لكن لا يوجد أي امتيازات ممكن للاقيا هنا ثاني تأخر المعاملات هذه يجعل اليمنيين في حالة إحباط لأنه يحس أنه محاصر لا يقدر أنه يسوي البلد الذي عايش فيه لكي يثبت أنه فعلا يحاول أنه يكون عصر فعال في هذا المجتمع لا لدي أي خيارات خيارات جدا محدودة فهو عليه بس أنه ينتظر ما يعرف لمتى ينتظر وهل فعلا أنا الآن في حالتي مثلا أنا الآن لعشر أشهر بنتظر وفيه احتمالية أنه يتم رفضي وفيه احتمالية أنه يتم قبولي يعني ما عندي حتى فكرة عن كيف ملفي بيمشي فأنا ممكن في أي لحظة يتم رفضي وبهذا أنا أكون يعني خسرت آخر ملاذي وما عندي أي مكان ثاني أروح نفس الوقت مشاكل السكن لليمنيين والتعامل تمام من الناس المسؤولين عن هذه البيوت أو المخيمات التي يسكنوا فيها الطالبين اللجوء معاملتهم مع اليمنين ومعاملتهم خاصة مع اليمنين لأن هذه تجربة أنا عشتها في عنصرية في كمان ما فيش محاولة أنه يتم التعامل معه كلاجئ هو جاي من حرب هو جاي من ظروف سيئة لازم يكون في تفاق وضعه لازم يكون في اهتمام ما فيش أي شي ممكن يتفر له من ناحية أنه لا سكن لا سكن شيء ولا شيء يعني ما فيش غير التعامل يعني أنا حتى لما أحاول أن أتفاهم مع كثيرة المركز قامت بطرد قدام كل الموظفين وبطريقة جدا سيئة ورفضت أن تتكلم معي باللغة الإجليزية فقط لأن لغتي الفرنسية ليست جيدة لحد الآن على الرغم أني أنا أحاول أن أدرس أحاول أن أسوي نشاطات إلا أن أنا مسموحة أن أسوي شيء موافقة عنه فالنصوع هنا أن الموضوع ما فيش أي شيء واضح ما فيش أي شيء يخلي يخلي الشخص يكون عنده أمل للمستقبل يكون عنده خطة واضحة متى حتينتهي معاملاته إيش ممكن يحصل كل شيء مبهام هنا فأنا فعلا عالقة وأكيد في كثير يمنيين نفس وضعي عالقين وفي كثير يمنيين أساسا يعني تم طردهم من فترة طويلة بسبب هذه التصرفات العنصرية من قبل الناس المسؤولين عن هذا الأماكن فهل في منظمات أنا حاولت أني أبحث عن منظمات حاولت أبحث عن جهات بس ما فيش ولا جهة بتسمع ما فيش ولا جهة يعني مستعدة إنها تسمع لقضيتي مستعدة إنها تساعدني ما فيش ولا جهة في جهات تدعم السوريين في جهات ما فيش جهة تدعم اليمنين لأنه مش معترف فيهم لمقال الأصل لبيب مش معترف فيهم أساسا فعلي هذه المشكلة نعم إذا نعود إليك أستاذ لبيب أستاذ لبيب يعني هذه معاناة اليمنين في الدول الأوروبية وربما الأمريكية وغيرها من الدول التي تتيح فرصة للجوء ماذا عن الدول العربية وخاصة دول الجوار والتي تعد يعني مشاركة في هذه الحرب إلا أنها هي كانت موصدة أبوابها ذاتا وزادت إحكام هذا الإغلاق وربما حتى شددت بعض أدول الشروط على إقامة اليمنين ورحلت الكثير منهم تحت أي مسؤولية يمكن أن نتحدث عن ذلك بشكل عام حسب تعريفات النفوضية السامية لللاقئين وبرتكول سبعة وستين هناك فرق ما بين اللاقئ الطالب اللقوء وما بين المهاجر بسبب الظروف الأقتصادية الدول التي تحول أن تتملص من مسؤولياتها تجاه اللاقئين أو الطالبين اللقوء أضافت هذا البند أو أضافت هذا التعريف لكي تعمل فارق في التعامل مع الطالبين اللقوء فمثلا بعض الدول العربية لا تتعامل مع اليمنيين كأنهم لاجئين سياسيين لأنها تستغل أحد البند الموجودين في بروتكول سبعة وستين والذي نص على أنه يجب أن يكون طالب اللقوء التعرض لأذى شخصي أو اضهاد أو قرم شخصي بينما طالب الهجرة الأقتصادية هذا يمكن يتعامل معه بطريقة أخرى ويحقل للدولة أن تقبل طلبه أو لا تقبل طلبه الدولة التي وقعت على البرتكول وقعت البرتكول هي ملزمة ملزمة وهذا الكلام أيضا أنا أريد الأخ أحلام أن تركز عليه ليس من المهم أن يدخل طالب اللقوء إلى البلد بطريقة شرعية أو غير شرعية لأنه في كل الحالتين أي دولة موقعة على بروتكول سبعة وستين هي ملزمة بالتكبال وإعطاء كافة حقوقك يمنع على كل الدول الذي موقع على اتفاق 21-21-21-21 أن تتعامل بتمييز بناء على الجنسية أو الجواز فيما يخص الدول العربية عودتا إلى سؤالك أختي زي ما تلمت الدول العربية طبعا أقفلت حدودها علينا مثل دورات الأمم أقفلت حدودها علينا الأمم المتحدة لم تعيد التوطين في أي دولة من الدول وبالتالي هذا يقفل علينا الحدود أقفلت علينا من قبل هذه الدول وبالتالي نحن قادرين واليمني لهم قادرين بطريقة شرعية ولا بطريقة غير شرعية فهم تمقصوا بطريقة قانونية من أن يمنحوا المواطن اليمني حق اللجوء لأنه ليس موجودا على تراب تلك الدول أما دولة مثل السعودية مثلا فهي لا تتعامل مع اليمنيين غالبا كطالب اللجوء السياسي وإنما تتعامل مع اليمنيين كمهاجرين اقتصاديين وبالتالي هي لديها الحق أن تعطيهم أو لا تعطيهم بينما يجب بناء على بروتكول 67 أنه أي حد يصل إلى الأرض السعودية ويطالب اللجوء السياسي بناء على أذى شخصي تعرض إليه أو طهات شخصي تعرض إليه في موطنه السعودية مجدد على هذا بروتكول أن تقبل بمنحه اللجوء السياسي نعم إذن شكرا جزيلا لكم ضيفي العزيزين لبي بناشر الناشط الحقوقي والمهتم بملف اللاجئين كنت معنا عبر سكايب من نيويورك وشكلك أيضا أحلام جبران الفنانة التشكيلية والمهاجرة في فرنسا كنت معنا أيضا عبر سكايب من باريس ونتمنى أن يتم حل مشكلتك أحلام ومشكلة جميع اليمنيين العالقين وينضم معنا عبر سكايب أيضا الأستاذ إبراهيم القاطب المحلل السياسي من نيويورك مساء الخير أستاذ إبراهيم سنوى سهل مساء النور إذن أستاذ إبراهيم نتحدث عن ملف اللاجئين وربما كانت قرارات ترامب بالنسبة لأمريكا هي العقدة الأولى وربما الأكبر في طريق اليمنين الذين يريدون الذهاب إلى أمريكا والتي ربما كان لديهم أيضا فرصة للدخول إلى أمريكا ومنعوا من ذلك ما هي آخر تطورة هذه الإشكال أمام اليمنين بالنسبة لقضية اللاجئين كما تعرف في الولايات تبدأ قضية اللاجئين من الحدود اليمنية المشكلة مع اليمنين أنهم محاصرين من الخروج خارج اليمن أي أن لا يستطيعون العبور من الحدود اليمنية إلى الخليج وإلى الدول الذين يستطيعون يقدمون مسألة اللجوء فيها وهذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لليمنين كما تعرف السورين ذهبوا إلى تركيا ومناظر عبورا إلى ألمانيا ومشكلة مع اليمن لا يستطيع دولة تقديم اللجوء ما نراه اليوم بالنسبة لقرار حظر السفر بالنسبة لليمن الخاص بالولايات المستحدة الأمريكية والذي قام بصناعته الرئيس ترامب هذه هي المشكلة أنه هذا بدرجة أولى يستهدف المواطنين اليمنين الأمريكيين أي الحاصين على الجنسية الأمريكية وأسرهم هم من حقهم تحت القوانين الأمريكية جلب أسرهم ولم شملهم بأسرهم ولكن أصبح بسبب جنسية أسرهم أي الزوجة والأطال الذين يلدون في اليمن قام الرئيس ترامب وقراره العنصري بمحاربتهم ومنعهم من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وهذا أصبحت مشكلة أخرى تضعب إلى المشاكل الأخرى يعني مشاكل الهجرة مشاكل الجوء السياسي وهذه المشاكل التي نعاني منها جميعا اليوم بسبب الحرب باليمن بسبب العنصرية بسبب ما يجري من حصار اليمنين من الدخول والخروج من اليمن وغيرها نعم إذا نسمح لنا أن ننضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حسين صالح وهو يمني أمريكي عالق في جيبوتي هو وعائلته من جيبوتي مساء الخير أستاذ حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر قناة بالقيم ومع العاملين فيها ونشكركم على هذه الفرصة لكي نوصل معاناتنا ومعانات مياق العائلات في دولة جيبوتي وكذلك الآلات الأسر التي تؤيدها في البلدان الأخرى نعم تفضل حسين حدثنا عن معاناتك ما هي أنا مواطن أمريكي ولدي ثلاثة أولاد جيسية أمريكية بعد ذلك بسبب القرار العنصري والظالم قم رافض منحزوريتي الفيزا إلى أمريكا رغم أنه كان لدينا سنة استلام فيزا في أكتوبر 18-2017 سمى الموافقة على الفيزا وكما منتظرين طباعة الفيزا بعد تثبيت القرار من المحكمة العالية في أمريكا سمى رفض جميع الفيز حتى الموافقة عليها نعم ورازمنا الآن متواجد في جيبوتي ونعاني كثيرا حيث الغلاف جيبوتي غالي جدا كم لكم في جيبوتي يا حسين أكثر من سنة وثلاثة أشهر ما فكرتم مش ترجعوا لليمن على بل ما تتضبط أموركم وأمور الفيزا لا نستطيع أرجع اليمن ليس هناك مدارف للأطفال لا رعاية صحية زي أول لا أمان لا معانا أصبعت أكثر وأكثر أصبحنا على القرار في جيبوتي يعني أربع الف دولار في الشهر لا تكثير للأسرة الصغيرة لا كي تعيش معيشة بسيطة في جيبوتي كم عددكم أنتم العالقين في جيبوتي هل لديك اطلاع على هذا العمر ليس لدي العدد بالضبط بس هناك في الأول كان هناك آلاف الأسرة أكثر هاريعة في اليمن بسرد ولا لا لازال هنا مئات الأسرة عالقة في منهم أكثر من ثلاث سنواتنا منذ مداية الحرب معانا كبيرة جدا إذن كنت معنا عبر الهاتف من هناك عود إليك أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم يعني ملف حسين ربما ملف واضح أين تكمن إشكاليته وربما هناك الكثير من الملفات المشابهة لملف حسين ما هو تعليقك على ما حدث له بالنسبة لملف اليمنين الأمريكيين المشكلة بنعت منذ زمن طويل أو ربما عقود من الزمن السفارة الأمريكية في اليمن لم تكن تبث في قضايا الأسر التي تطلب لمشم لها بعوائلها نتحدث هنا عن اليمن الأمريكي الذي من حقه تحت القانون الأمريكي أن يجلب عائلته للولايات المتحدة الأمريكية كانت السفارة الأمريكية في اليمن لا تقوم بكل الإجراءات التي تسهل أو تساعد أو تقوم بالإجراءات الحقيقية من أجل استكمال الإجراءات والذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فكانت تتعذل بكثير من الأشياء من ناحية الحماية الأمنية الإرهاب وكثير من القضايا الأخرى فكانت هناك الآلاف من القضايا عندنا قضايا أباء قدموا لأبنائهم حوالي 15 سنة والإجراءات أحيانا بناءنا القانون الأمريكي بين 6 أشهر إلى سنة إلى أقل من ذلك وربما أقصى يعني مدى لأي قضية تأخذ سنتين لكن بالنسبة لليمنيين معظمهم نتحدث لماذا برأيك أستاذ إبراهيم يعني حتى في هذا الملف الذي يعد قانوني 100% يتم عرقلة اليمنين أين تكمن المشكلة هي مشكلة متكاملة لديها أطراف عديدة المشكلة الأولى تعتمد أيضا على أن المهاجر اليمني الأمريكي الكثير منهم لا يعرف حقوقه تحت القانون الأمريكي كان الأباء والأمهات يقدمون لأبنائهم وينتظرون الرد من الوزارة المعنية بدون المتابعة فكانت يعني كان اليمني يعتقد أن الأوضاع طبيعية بالنسبة لهم أنه يأخذ فترة من الزمن اللي ينتظروا عندما ترد السفارة وهذا المشكلة المشكلة الثانية أي يطلب من اليمني الأمريكي وأسرها الأطفال والنساء يعني الفحص الجيني هذا تبع الديناي والفحص الوراثي وهذا مشكلة حقيقية يطلب فقط من اليمنين بشكل كبير جدا ثانيا أيضا المعلومات في اليمن ضعيفة جدا فالولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية تعتبر أي وثيقة من اليمن تعتبر وثيقة مزورة أو مزيفة إلى أن تثبت غير ذلك هذا المشكلة الحقيقية اليمن حتى لو أمدت من وزارة الخارجية حتى روم هناك قانون ولو تدخل إلى صفحة وزارة الخارجية الأمريكية ربما اليمن الدولة الوحيدة أو من أحدى دولتين في العالم التي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية على أن كل وثائقها مزورة إلى أن تثبت عكس ذلك وهذا مشكلة خطيرة وحقيقية لأن الحكومة اليمنية نفسها لم تعمل على إبعاد هذا الإشكالي الحقيقية التي يعاني منها اليمنيين ككل وليس فقط أسر اليمنيين الأمريكيين وإنما اليمنين الذين مثلا الطلاب الذين يبحثون على فرص تعليم في الولايات المتحدة الأمريكية أو الزيارة أو غير ذلك فهذا أصبحت مأضلة حقيقية وأيضا المأضلات الأخرى كالحرب على الإرهاب كالتدقيق في ملفات الناس ومعرفة من هؤلاء إشخاص الذين يحاولون الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فأصبح ملف متكامل يعقد منه اليمنين وإيضا بعض الإدارات كانت تنظر على أن اليمن يأتي إلى الولايات المتحدة وليس له لا خلفيات تعليمية ولا يعني لا يفيد المستمع الأمريكي وكانوا يأتي لها كعب وهذا مشكلة من الناحية العنصرية يعني كونه الباب مفتوح على كل دول العالم لكن بالنسبة لنا كي يمنيين أمريكيين هو من حقنا القانوني والدستوري أن نجلب عوائلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأن لا يكون هناك عوائق لكن المشكلة الآن هناك قرار حظر يشمل كل الناس بما فيهم الأطفال والنساء وأبناء المتجنسين هنا أو الحاصن على الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بحد ذاته مخالف للقانون الأمريكي وقانون عنصري بالنسبة للأسر المسلمين كيف يمكن المرافعة ضد هذا القانون من يمكنه أو من يخول بمثل هذه هذه المطالبة بأن يتم تطبيق القانون على هؤلاء كما تعرف هناك مشاكل عديدة ومنها مشكلة الأمني القومي طبعا من حق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يمنع أي واحد من دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا كان ذلك يسبب خطرا أو على الأمني القومي الأمريكي أو ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فهم يرون غير اليمنيين الأمريكيين والأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية ليس لهم الحق الدستوري في القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم بناء على قانون الحظ استطاعت المحكمة أو إدارة ترام أن تمره من خلال المحكمة العليا أن هذا القرار من صلاحية الرئيس وأن هناك استثناءات بالنسبة لليمنيين الأمريكيين وأسرهم وللدول الأخرى لكن المشكلة هنا لا يبثون في الاستثناءات هناك مئات العالقين وحاصلين ربما تم إشعارهم من لديهم استثناء لكن لا يبثوا في هذا القضايا وهذا عنصرية بحد ذاتها المسألة هناك عدة قضايا مرفوعة في المحاكمة الأمريكية هناك أيضا يجب على القانجرس الأمريكي أن يقوم بالتشريع لنقض هذا القرار أو لإسقاط القرار هذا الحظر من أجل أن يكون هناك أن يكون فرص المساواة داخل الولايات المتحدة أمام كل الأمريكيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية وليس يعني فصيل دون آخر هناك مشاكل عديدة وحاجة إلى منظمات عديدة في العمل في مختلف في اتجاه مختلفة بحاجة إلى حراك مجتمعي وسياسي من أجل إسقاط تلك القرارات وأيضا معنا مشكلة تعتبر حكومة فاشلة في اليمن لا تستطيع الإيفاء بالبيانات وهذا من الأحد الزوايا التي تدخل منها الإدارة الأمريكية أنه لا يجد حكومة أمريكي يمنية في اليمن نستطيع الوثوق بها من ناحية البيانات والقاعدات البيانات من ناحية الشهادة الميلاد والجوازات وما إلى ذلك لذلك أصبح اليمني عالق في كل هذه المسائل القانونية والأمنية ويتحمل كل هذا العباء والجرم بحقه بسبب يعني العنصرية التي تمارس ضده بسبب يعني فشل الحكومة اليمنية بسبب عنصرية إدارة ترامب فهي حزمة من المشاكل التي يعاني منها المواطن اليمني على كافة المجالات اليمني لا يستطيع تقديم اللجوء إلا إذا خرج من اليمن والمشكلة أنه حتى لا يستطيع الخروج من اليمن إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم قاطب المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من نيويورك شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسر متبعتكم لنألتقيكم في مسأني منين جديد كنوا براعك إنه وامنه موسيقى اشتركوا في القناة